صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي تم من خلاله إنهاء مهام المفتش العام بوزارة التربية مصطفى بن زمران وإحالته على التقاعد ويعد بن زمران من الشخصيات البارزة في قطاع التربية أين قدم الكثير من خلال المسؤوليات التي تقلدها خاصة عندما كان على رأس الدوان الوطني للامتحانات والمسابقات قبل أن يتم تعيينه كمفتش عام في الوزارة